على الرغم من ترحيب بعض الجهات الإسرائيلية بهذا القرار إلا أنه فيه تخوف من أن يرتد هذا الموضوع على الداخل الإسرائيلي ما أسباب هذا التخوف في الصحف الإسرائيلية ومن يقود هذا الاتجاه يعني في إسرائيل كما عودونا دائما المساء الخير أولا في إسرائيل كما عودونا دائما هناك الخوف بالجانب الأمني بشكل أساسي وبالتالي كل رد فعل على أي قرار بالنسبة لحماس ينظر إليه في إسرائيل بنظرة أمنية خالصة وبالتالي في إسرائيل الآن يراقبون هذا القرار وإن كان البعض عمليا يقول أن هذا القرار صادر عن محكمة ابتدائية أو محكمة أولية في مصر ولا يعطي صورة واضحة عن الموقف الاستراتيجي بالنسبة للحكومة المصرية باعتبار أن هناك قرارات سابقة أيضا صدرت عن الحكومة مواقف تجاه الإخوان المسلمين وحركة حماس وما إلى ذلك ولكن واضح أن هذا القرار عمليا لا يخدم الرؤية الفلسطينية وتحديدا في حركة حماس في كل ما يتعلق بتقدم المفاوضات التي متعثرة بشكل كبير طبعا وإن كانت مجمدة الآن بالنسبة لتثبيت وقف اطلاق النار في قطاع غزة خاصة وأننا نعلم جيدا أن غزة ما زالت محاصرة مع بالرفح ما زال محاصر إسرائيل هي التي تسيطر على الأمور وبالتالي انفجار الوضع في غزة بشكل أو بآخر في عقاب مثل هذا القرار وهي أمور تراكمية طبعا ليس فقط في هذا القرار بكل ما يحدث منذ الحرب الأخيرة على غزة حتى الآن قد يؤدي إلى تفجر الوضع وبالتالي عودة الخوف أو الخلق الأمني على ما يحدث بجبهة الجنوب بالنسبة لإسرائيل وخاصة الحدود مع قطاع غزة تناول هذا القرار في الداخل الإسرائيلي هل يخضع لقضايا انتخابية أو لأعتبارات انتخابية؟ لا أعلم إلى أي مدى الموضوع الانتخابي الآن هو سيد الموقف لأن القرار أولا صدر عن محكمة مصرية سيد الموقف هي مصر هي التي تصدر القرار لا علاقة مباشرة طبعا لإسرائيل بهذا القرار ولكن واضح أن كل طرف يحاول الآن أن يستخدم هذا القرار لمصلحاته الانتخابية وخاصة حملة نتنياهو الانتخابية رئيس الحكومة نتنياهو عمليا يرفع العلم الأمني أو الشعار الأمني منذ بداية الحملة الانتخابية يؤكد على أن حماسي جزء عمليا من تنظيمات الإسلام المتطرب إذا كانت داعش وغير داعش وجبات النصرة ويقول إذا كانت مصر تعلن كتاب القسام تنظيم مرهابي فكيف علينا أن نتصرف وبالتالي لا يمكن أن نفاوض حماس لا يمكن أن نتعامل مع حماس بشكل مباشر وحماسي أيضا حليفة بين قوسين حسب حكومة التوافق مع السلطة الفلسطينية رغم كل ما سمعنا قبل قليل عن موقف السلطة الفلسطينية وبالتالي واضح أن نتنياهو سيستخدم هذا القرار من أجل تثبيت نظرياته الأمنية بالنسبة لما يحدث في قطاع غزة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر